من صناعة هيبة الدولة إلى الضرب بيد من حديد في وجه المتعالين على القانون يضرب الكاظمي بسلطة القانون وباسم العراق الواحد ويعلن قرارات تنهي رؤوسا كبيرة في بابل بعد أحداث مجزرة جبلة وعلى وجه السرعة التي تروي ضمأ ذوي ضحايا المجزرة بعد أن ظهرت هيبة الاستخبارات والداخلية وجهاز الأمن الوطني الذي قاده حميد الشطري بمهنية رجل الأمن العراقي والوطني خشية وقوع مظلمة لأي عراقي تماما كما جرى في جبله الكاظم الذي تابع باهتمام شخصي تفاصيل الجريمة في بابل كان له والشطري دور بارز في إظهار قوة التعاون بين قيادات الوطن للقضاء على أي خلل في المنظومة الأمنية التي كشفت عن نقل معلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية وعلى الفور جاءت القرارات المباشرة على لسان القائد العام للقوات المسلحة بإقالة قائد شرطة بابل ومدير استخباراتها ومدير استخبارات جبلة وإحالتهم للتحقيق الفوري واتخاذ أقصى العقوبات بما يقرر وينطقه القضاء العراقي النزيه قرار عاجل أيضا بتشكيل فريق تحقيق أمني برئاسة رئيس أركان الجيش وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة العدل ووكيل مستشار الأمن القومي يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضائها للتدقيق الموضوعية وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد تكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المسلحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والثغرات يسد الباب في وجه أي خرق أو خلل قد يساهم في إزهاق أرواح العراقيين